لا تشعر بأنك تدخل منزلا عاديا بعد أن حول الرحالة والشاعر الكرد بدل رفو المزوري منزله في مدينة دهوك إلى متحف يضم مئات التحف والمجامع الثمينة جمعها في غضون ثلاثة عقود من رحلاته ومشاهداته حول العالم وجئ بها من كل بلد زاره وكل جزيرة طرق أبوابها جلب معه تحفا قديما وتراثيا تحكي قصصا وحكايات عن تلك البلدان قررت بأن أنقل الكثير من هذه التحف إلى مدينة دهوك فقد جمعت هذه الأشياء كلها ليس لأجل شخصي بل لأجل شعبي وناسي وبلادي والأجيال القادمة بالإضافة إلى هدايا من فنانين عالميين وأدباء هناك أكثر من ألف قطعة متنوعة في داره تتحدث عن قصة حضارة المايا وكهوف الثورة المكسيكية وأرياف الهندي وقصور المهراجة والقرى التاريخية في المغرب وكازاخستان ومصر والعديد من بلدان العالم إلا أنه يبقى هذا التراث حبيس هذه الجدران إن لم يلقي الاهتمام من قبل الجهات المعنية للمحافظة عليه مستقبلا إن لم تحتضن أجهات المعنية كوزارة الثقافة وحتى حكومة الأقليم هذه الأشياء فمع الزمن ربما بعد رحيل ستضيع هذه الأشياء كلها متحف لمرأة إنسانية هذا ما يراه بعض المراقبين الذين يعتقدون إن مثل هذه المشاريع تعتبر نافذة للإطلاع على تراث الشعوب الأخرى في حين يرى آخرون بضرورة تخصيص أماكن خاصة لها في المتاحف الوطنية لإدامة المحافظة عليها في المستقبل أنا دائما أتردد إلى هذا المنزل لزيارة صديقي الأستاذ بدل وفي الحقيقة في كل مرة أشعر بارتياح كبير فأشعر أنني أمام جغرافية العالم المتاحف الشخصية ليست لها استفادة يعني راح تجي لك وفوت من الخارج يزورون المتاحف يزورون الأماكن الرسمية ليس هناك من يذري بها أين تكون متحف شخصي مبادرة فردية لحفظ الذاكرة الجمعية بعد أن وضع صاحب هذا المتحف على عاتق المحافظة على التراث القديم لبلده وللعدد من البلدان العالم الأخرى ووضعه أمام الأجيال الحالية والقادمة حميزي باري الحرة دهوك